السلام عليكم ورحمة الله طبعا هنشرحوا بإذن الله الليكتشر 7 & 8 طبعا هنشرحوا Series & Parallel AC Circuits في البداية هنكمل الرجل حني طرقنا لل Series AC Circuits لكن قعد جزء اللي هو Frequency Response اللي خاص بال Series AC Circuits هو اللي هنبدو به وبعدين هنطرقه لل Parallel AC Circuits هنا يقلنا لل Frequency Response في حالة Series RC AC Circuits على سبيل المثال هنا أعطاني example اللي هو عبارة عليه RC Circuits تمام وعطاني هنا قيمة الجهود قيمة 10V والزاوية بزيرو وعطاك الفريقونسي اللي هو يتغير أو يقدر يتحكم فيه من الزيرو لعند العشرين كيلو هيرتز أعطاك ال Resistance قيمتها خمسة كيلو اوم وعطاني الكاباسيتنس اللي خاصة بالمكتب قيمتها 0.01 ميكرو فرد تمام نبه فهنايا بعدين لاحقا هنطرقه للدوائر الرانين في نهاية الكورس فهنقوله امت يتساوى الفريقونسي تمام او امت يتساوى الفريقونسي اللي خاصة او امت تتساوى قيمة الكاباسيتر مع الكاباسيتنس اللي خاصة بالكاباسيتر مع قيمة ال Resistance فعندها بيحدث تردد الرانين تمام فنبه هنا ينوجد انه مثلا امت يتساوى فعنده لازم نساوى القيمتين ببعض فباش نوجد الفردد اللي بيتساوى عنده تمام لازم نساوي X في C بالر فمن قول X في C بتساوي 1 على 2π F1 حنسميه F1 في C اللي بتساوي لي الر قلنا لازم نساوي X في C بالر تمام فعنده F1 من المعادلة هادي شم بيساوي 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 1 على 2π RC في الر واحد على 2π RC تمام بح اه شن عندي ثاني عندي F1 قلنا بتساوي 1 على 2π RC من نايا أردي كلها عندك انت جميع المجاهيل هادي عندك 2π هدا مقدار عندك العرق قيمتها 5 كيلو وعندك الكاباسي تنس قيمتها 0.01 ميكرو فراد بتعوض بين فتحصد تقريبا F1 بتساوي 3.18 الكيلو هيرتز تمام بح فهنا انها عرفت لاحظت ان بالنسبة للترددات اللي حيكون قيمتها أكبر من F1 أكبر من 3.18 كيلو هيرتز فعندي R ستكون أكبر من XC تمام حتى انك تجيب تعوض بقيمة F1 أكبر من 3.18 كيلو هيرتز هنا ستجيب ستجيب قيمة X أكبر من قيمة هنا اذا كان عبرنا بال F1 أكبر من قيمة 3.18 كيلو هيرتز وهي أكبر من قيمة F1 ستجيب ان R ستكون قيمتها أكبر من X تمام وبالنسبة للترددات التي أقل من 3.18 كيلو هيرتز فستنتج أن X ستكون هي أكبر من قيمة R ومن هنا نحسب Z total بالنسبة للدائرة وهذه هي عبارة على صفة عامة R Jxc وعندي Z total تمام والزاوية Z total هي Z T التي تقوم بها تقوم بها R square plus X square وزاوية minus tan X C على R هي نفسها تقوم بها tan inverse X C على R ستلاحظ أن R سيؤثر فيها الترددات لعند 20 كيلو هيرتز ثم تقوم بها ثم بالنسبة للدائرة بالنسبة للدائرة بالنسبة للدائرة سيؤثر بقيمة التردد ستؤثر بقيمة التردد القيمة التي تقوم بها خاصة به فعندي column X و X تمام فعندي البوينت هذه قيمة F1 قيمة X قيمة R قيمة R ترددات أكبر عند F1 قيمة X قيمة R ثم الترددات التي ستكون أصغر من F1 3.18 سيكون R أصغر من X و X أكبر من R لاحظوا أن قيمة X تزايد كلما يقل التردد والعكس صحيح كلما يزيد التردد كلما X تقل و ثم سيكون قيمة R ستكون أكبر من X ترددات كبيرة أو ترددات من F1 ثم نعوض إذا كان F تقلل 100 هيرتز لأن F تقلل من 20 هيرتز نعوض في المعادلة X Z Z Z Z Z Z Z Z Z 159 24 كيلو أوم و زاوية 88.2 درجة فلاحظوا هنا بما أن التردد الذي اخترناه هو تردد صغير 100 هيرتز فلاحظوا أن هذه الزاوية ناقص 88.2 هي قريبة من 2 هي قريبة من 90 فلاحظوا وكأن الدائرة هنا يزيد توتر وكأن أعطتني تخدم ك capacitive circuit صح وكأن قيمة شنين وكأن دائرة عبارة على مكتب فقط لأن شنين قلنا عند الترددات الصغيرة جدا أراه بمقاومة R ستكون صغيرة جدا تمام مقارنة ب X C تمام بعدين لما نقول F تساوي 1 كيلو هيرتز وانتم هنا ستلاحظوا التغير زاوية تردد من 100 هيرتز إلى 1 كيلو هيرتز نجيه هنا ونقول X C و سنتحصل لقيمة X C Z و تقوم و ستحصل من X و ستحصل إلى Z و ستحصل من R و ستحصل إلى 5 كيلو هيرتز ستحصل إلى Z و ستحصل إلى Z تحصل إلى 20 كيلو هيرتز ستحصل إلى تقريبا R و زاوية من 98.2 من 98.2 ل من 9.04 و ستحصل إلى Z و تقريبا تقريبا R و بالنسبة للزاوية من 9.04 هي 0 و Z و مقاومة مقاومة و ثم تقريبا 15.49 يمثل الفريقونسي أو ستا total versus الفريقونسي تقريبا 15.49 تقريبا تقريبا هذا 15.49 يمثل الفريقونسي يمثل الفريقونسي بالكيلو هيرتز من 0 إلى 20 و عندي بالنسبة Z total من 0 لعند 20 فعند هذا المحور يمثل Z total ب كيلو اوم تمام فاللاحظ هنا يمثل القيمة Z total فلاحظ عند الترددات العال الصغيرة تقريبا وكأن قيمة الدائرة ستكون X C أعلى بكثير من R ولهدف عند الترددات هذه تقريبا باللون الأصور وكأن دائرة عبارة مكتف بالنسبة عند الترددات العالية ستكون الدائرة عبارة على دائرة مقاومة فقط تمام تقريبا الخمسة كيلو اوم نرجع ثاني هنا نطبق الفولتج ديفايد الرول باش نحسب الجهد اللي بيمر بالمكتف بصيغة الفيسر فورم تساوي ZC على ZR بلس ZC كان استخدمت الفولتج ديفايد الرول على الدائرة هادي على الدائرة هادي من مكتف ومقاومة ومصدر الجهد هنا نجيب نقول ZC العبارة X زاوية x x x x x x x مضروب ومضروب X x x x x x x x x inverse x of c على r اللي ايدا عندي vc بصيغة الفيسر فورم حتساوي vc وزاوية c تا c بني بتساوي شيني x of c على e تحت المقام اللي هو عبارة ل r sequeer تحت الجذر plus x of c sequeer وزاوية شيني وزاوية minus 90 ولما نقول بسط مقام عنا بنطرح هذه ناقص هذه عندي minus 90 minus minus تصبح plus tan inverse xc على r طبعا قال لك magnitude لل vc كمغنيتود عبارة ل x of c وهو يمثل الجزء الأول هذا كمغنيتود يو x of c في e على جدر التربيعي ل r sequeer plus x of c وكفيس أنجل اللي هو عبارة عليه المقدار التاني هذا تمام هذا فيس أنجل وهذا شيني كمغنيتود في عندي c تا c إذا شب تساوي قلنا minus 90 plus tan inverse xc على r اللي هي نفسها شيني بتساوي minus tan inverse r على xc طبعا ندرسه فيه frequency response فقال لك هنايا مثلا عندي تردد الف تساوي zero hertz وقلنا x of c شيني بتساوي ستساوي لواحد على zero بنعوض بالف بعبارة على zero فحاطيني very large value ومن الكيرف المبكري هنا قلنا شيني عند الترددات أو عند zero ohm ستكون x of c عندي zero sorry hertz ستكون أعلى قيمة لها حين أن r ستكون تقريبا بتساوي zero تمام فهنايا شوف ثاني أيوة فعندي x of c وقلنا أكبر بكثير من r إذن x of c سكوير أكبر بكثير من r سكوير ولما نجي هنا بنوجد المقدار هو جذر تربيه r plus x c سكوير هذه بما صغيرة جدا مقاربة x c سكوير وكأن هذه من عدمة أو ملغية عندي تقريبا هذا المقدار سيساوي لي جذر تربيه x c سكوير x c سكوير لها قيمتها كبيرة جدا عند f تساوي 0 hertz إذن شني راه ال v c سيساوي 10 volt وزاوية f 0 لأن المكتف هنا سيكون عمل open circuit تمام لما يعمل عمل open circuit المكتف هنا هذا قردي واخدينا حتى في أيامات الكورس اللي فات في حالة لما كنا نشتغل على dc لما هذا المكتف سيكون عمل open circuit ولما تجي وات قيس هنا الجهد اللي ما بين هالطرفين هادو سيعطيك نفس جهد المصدر تمام اوكي هنا بعدين نجيب قلنا تفهمنا إن r سكوير صغيرة جدا مقارنة بال xc سكوير ولهذا إن جدر تربيعي للمقدار هذا هو اللي سيساوي لتقريبا xc إذن vc قلنا بتساوي xc في e على جدر التربيعي للمقدار هذا سنحول لو نحط في إمكان xc إذن x سي تمشي مع x سي في يطلع vc هو نفس e زي ما هنا قلنا واتبتنا بعدين c تساوي minus tan inverse r على xc لها تساوي minus tan inverse 0 0 تمام هو قال لك نفس الconclusion التي تساوي 10 volt وزاوية 0 بعدين نحن لدي 1 kHz ونطبخ xc كيف تساوي ونعاوض بقيمته ونحن مقدار r square plus xc square تحت الجدر ونحن vc ونحن c كل ورد أنت عندك المقادير وعندك القوانين تقدر تعاوض طول عندك r قيمة c تقدر تجلب c c التي ستطلع 17.46 درجة إذن vc تضع القيمة التي قمتها ونضع الزاوية هذه تمام بعدين الفقر 15.51 يوضح للفاسر D grand للcircuit تمام عند f 0 Hz و 1 kHz تمام فلاحظ أن هنا عند F 0 Hz هذا قيمة E V C لأن C I 90 و C 0 degree و I 0 ampere بعدين هنا 1 kHz أرى مقدار E كان 10 و 0 بعدين قيمة I تمام وعند قيمة VC لاحظ أن C بد تزيد التردد لأن لاحظ كل ما يزيد التردد كل ما تقل القيمة تقل القيمة الزاوية C و تقل أيضا قيمة VC تمام كما لاحظنا هنا كان التردد في الأول 0 فكانت قيمة E أو VC كانت قيمتها 10 volt والزاوية 0 زاوية 10 و 0 و 10 volt هنا يزاد التردد صبحت VC تحت 10 و كذلك الزاوية نزلت تحت 0 مع نزيد و نطبق تردد ثاني لأعلى 1 كيلو هيرتز كل مرة التردد سيقل والزاوية سيقل أيضا تمام في حالة المكتف لدي التيارة وهو لدي سيقل 90 إذا سيتا I تساوي 90 minus سيتا سيت بعدين لو جاءت وطبقت F تساوي 5 كيلو هيرتز نجد نجد نجيب X C نجد V C تمام بعدين نجد نرسمهم فتلاحظ أيضا أن V C سيقل 5 و الزاوية 5 37 و الزاوية عبارة على minus 57 38 زادت نقص بعد سفر أكثر وقيمة V C لاحظوا كيف كانت لما كانت 0 هيرتز كانت قيمتها 10 هيرتز شوفوا كيف تنزل لاحظوا كلما يزيد الترد كلما يقل قيمة V C وكل ما يقل زاوية C أيضا فعند العشرين مثلا كيلو هيرتز X of C تقريبا ستساوي القيمة هذه و V C ستساوي 1.59 فولت و C تقريبا 80.60 تمام نجو هنا للفجر هذا أو وضح لك في الفيسر دي جرام لما F تساوي 5 كيلو و لما F تساوي 20 كيلو هيرتز فعند عند Very High Frequencies فتردات العالية F ستكون هنا V C تقريبا 0 Volt و VR ستساوي 0 C C ستساوي و لأننا قلنا في حالة Very High Frequencies يعمل لعمل Short Circuit تمام نجو بعدين هنا للفجر هذا الفجر 15.49 قبل شرحنا قلنا القولم هذا يمثل F K وهذه Z Total يمثل Y Z Total بالKilo Ohm طبعا هذه علاقة Z Total بالنسبة للF بKilo Hertz قلنا عند الترددات العالية Z Total تقريبا هي نفسها LR وعند الترددات المنخفضة جدا Z Total هي عبارة عن نفس قيمة تقريبا نفس قيمة X C نجو هنا يمثل X يمثل الفريقونسي بKilo Hertz والمحور Y يمثل C Total فاللاحظ الدائرة تخدم لعمل الريزيستر وكل ما يزيد التردد لاحظوا أن الزاوية تقريبا للزيرو وكل يقل التردد كل ما الزاوية تقريبا لـ 90 واللي عندها هنا يمثل الدائرة تخدم عمل المكتف بعدين الفقر 15 54 يوضح V C versus F frequency بKilo Hertz تمام نفس الشيء V C كل ما قرب التردد للزيرو كل ما كان قيمة V C تقريبا 10 V بالنسبة للدائرة اللي قبل شوية قريب معناها نفس قيمة جهد المصدر فعند هالتردد هذي راه النتوارك اللي عندي تخدم كأنها كاباسيتر وهنا عندي التردد العالية لاحظوا أن خيرا بقل قيمة التردد تمام كل زادت التردد كل ما قلت قيمة الجهد كل ما قلت قيمة الجهد عند التردد العالية هذي راه الدائرة لعمل المقاومة تمام نجي هنا أيضا الفقر 15.55 يمثل محور X يمثل Friquence B K ومحور Y يمثل C C تمام FACE ANGLE BETWEEN E V C هذي C هي FACE ANGLE هي زاوية ما بين E وال VC تمام فشوفوا كل مقرب كل مقرب نا كيف شكلها تمام وكل مبعد هنا عليه 0 هيرتز فتعمل دائرة عمل المقاومة تمام فهنا عند الترددات الواطية نفس الشيء هنا استنتاج ثاني وعطاني indicate على أن الدائرة الخيرة أو التوارج تخدم كcapacitive circuit نجو الأكزامبل ثاني عندي R L circuit تمام قال لي هنا يحسب لي الفريكونسي اللي عنده XL بتساوي R تمام اللي هو قلت لكم لاحقا أمتى XL بتساوي R اللي هو عنده ردد الرانين فمن جيب أنه X L بتساوي R اللي هي بتساوي لي 2x F1 في L بتساوي ببعضهم حيقعد المجهول عندي F1 F1 بتساوي R على 2x L كل هاد عندي المجاهيل فيطلع عندي F1 بتساوي 700 أو 7957.7 هيرتز بعدين قال لي F1 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 قلت لك قول لي هنا بوسط تفكير فقط بدون ما تدير أي إحسابات التغيير اللي بيحدث في Total Embedance تمام ود الفريقونسي تمام لما نبدأ نغير الفريقونسي شم بيصير نضي زد Total أو قلت لك الفريقونسي هيتغير من 0 لعند 40 كيلو هيرتز فزي ما فهمنا قبل شوية وشرحنا فنقول هنا Add Low Frequencies R هتكون أكبر من XL تمام بعكس اللي قبل شوية قبل شوية قلنا الدائرة عبارة على R و X of C تمام و قبل شوية قلنا عند Low Frequencies X C هي اللي بتكون أكبر بكتير من X أو X of C تكون أكبر بكتير من R عند Low Frequencies لكنا بما أنها دائرة مقاومة وملف R L circuit فنقول العاكس At Low Frequencies At Low Frequencies R هتكون أكبر من X of L تمام و قلنا ال Impedance هتكون قريبة جدا من 20 أو sorry من 2 كيلو Ohm عند Low Frequencies و As the Frequencies Increase كل ما زاد Frequencies X of L تزيد لماذا هنا X of L تساوي 2 by هذا ثابت و L ثابت لكن نغير F كل ما تزيد X of L تمام إذا عند ترددات عالية الدائرة أو زيت total تقريبا تساوي لشين قيمة X of L بعدين C قال لك احسب total impedance عند تردد قيمة 100 hertz و عند قيمة 40 kg hertz و قال لك شين هنا قال قرر لإجابتك هذه الpoint B تمام فهنا زيت total تقدر تجيب R و X of L عند تردد F تقدر تجيب X of L تقدر زيت total بعدين لما تردد يساوي F نقدر نفس تردد زيت total تقريبا 100 hertz تقريبا ألف نفس قيمة المقاومة لأن التردد كان صغير ولما التردد عوض ب40 kHz 40 kHz مقارنة 100 hertz هنا فرق كبير وشاسع إذن هنا تقريبا ملاحظة زيت total تقريبا ساويت 10 0.25 kOhm تقريبا X XL 10 0.05 kOhm إذن هنا زيت تبتلي الاستنتاج قبل قليلا من المطلوب B هنا تقريبا عندي ترددات صغيرة راه بدائرة بتعملي عمل المقاومة وعند ترددات عالية تعملي عمل الملف بعدين قال لي المطلوب الثالث أو D قال لي ارسم الكيرف الخاص بال VL versus Frequency تمام فهذا VL وهذا يمثل المحور X Frequency بKhz تمام يبي VL لاحظوا أنتم هنا نجب هنا X L Z Total أو كي نبقى بعدين قال لك Applying Voltage Divider Rule باش نوجد VL صح كيف نرسم الكيرف هذا واني ما نعرف قيم VL ف VL لما تطبق Voltage Divider Rule دائرة دائرة هذي تمام باش نجيب عن VL تمام هنا هنقول ويتساوي ZL في E على Z Total فكل مرة هتحصل عليه قيمة فتلاحظ إن كل ما زاد التردد كل ما زاد تقلنا شني قيمة VL هتزيد تمام كل ما زاد زاد التردد كل ما زاد قيمة VL فحتاج الكيرف بهالشكل لعندما يوصل شني 20V اللي هو نفس جهد المصدر عندها أمتح يكون عند آخر تردد اللي هو 40kHz فهنا هردي جابه لما عند هتعود طبعا هنا كل مرة هتعود بطيمة للتردد بشجيب X of L وبعتالي بتعود بها في معادلة V of L فحتلاحظ أنت عند الواحد كيلو هرتز عند الخمسة كيلو هرتز من 2.48 لعند 10.68 زيادة فكل ما زاد التردد سيزيد لقيمة الجهد لين ما يوصل لعمد جهد المصدر عمد أعلى تردد 40kHz باهي مطلوب التلخير اللي هو شنطلب قال احسب الفيس انجل للتوتل امبدنس عمد التردد 40kHz بعد قال كامد السيركت بي كونسيدرد اندكتف ادس فريقونسي وعلاش قال احسب الفيس انجل والتوتل امبدنس عند مني عند الاف 49kHz وقال هل عند تردد هذا الدائرة حتى تعملي عمل الكابسيتر سوري الاندكتر ونعتبرها اندكتف سيركتر وعلاش تمام انجو هنا المطلوب D سوري E الاندكتر سوري الاندكتر سوري الاندكتر سوري الاندكتر 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 تمام حالة دي سي نقوله الاندكتر اللي هي معكوس المقاومة وهنا هنسموها الاندكتر اللي هي معكوس الزد او الريكتر تمام غادي كنا نرمزولها بالرمز G هذه الاندكتر الاندكتر اللي هي سماحية الدائرة بمرور التيار بعكس الزد اللي هي الريكتر اللي هي ممانعة الدائرة لمرور التيار الكهربائي فمن خلال الدائرة اللي عندي هذه البرل نتورك عندي بلوك 2 3 تمام فعندي Y1 بتساوي 1 على Z1 Y2 1 على Z2 إلى YN بتساوي 1 على ZN فعندي YTotal تساوي Y1 plus Y2 plus Y3 إلى YN من المعاوقات تمام فعندي إذن نبي ZTotal تساوي 1 على Y فعندي 1 لما نجيب العوضة هنا 1 على ZTotal تساوي 1 على Z1 plus 1 على Z2 إلى 1 على ZN من المعاوقات بعدين عندي ZTotal هنا قيمة 1 على ZTotal فنبي ZTotal حنقول 1 على المقدار هذا كل لو عندي ماتشنج للكوجين 6.3 كما في حالة DC بالنسبة للمقاومتين سنقول 2 resistors اللي هما مصلاتوا على Barrel فنقول شيني نقدر حاصل ضربهم المحصل لامتاحهم حاصل ضرب ما حاصل جمعهم فهنا يقال لك 2 impedances للمعاوقتين اللي متصلات على التوازي فعندي 1 على ZTotal 1 على Z1 plus 1 على Z2 فإذا نستنتج من هنا ZTotal حاصل ضربهم على حاصل جمعهم قال لو عندي مجموعة معاوقات متصلات على التوازي وليهم نفس القيمة نفس فكرة DC فبتقول قيمة واحدة منهم على عددهم يعطيني قيمة ZTotal لو عندي ثلاثة معاوقات متصلات على التوازي نقدر نقول بتساوي انت تقرس تخدم طبعا أي قانون تشوف مناسب لك حاصل ضربهم عليه حاصل ضرب كل Z3 في Z1 تمام عندي بعدين هنا عندي Y R حتساوي 1 على ZR تمام فهنا هنا نجيب نجيب في الريسيبركل للresistance تمام فنجيب في الريسيبركل للresistance فعندي Y R حتساوي لشيني 1 على ZR تمام لما نجيب الادميتنس للR فنقول الواحدة للZR اللي تساوي 1 على R والزاوية بZero اللي تساوي لي G والزاوية بZero صاح G هنا هي عبارة الconductance بعدين عندي Y L لما نجيب الادميتنس للL بنقول 1 على ZL تمام اللي هي شم تساوي حيث أن 1 على X هنا هراه نسميها الساسبتنس تمام فعندي 1 على ZL قلنا تساوي 1 على X L والزاوية 90 اللي هي نفسها تساوي 1 على X L والزاوية minus 90 بحكم أن نرفعتها للبسط بعدين عندي BL تمام اللي هي شم تساوي هذه القيمة هي نسميها BL اللي هي السابستنس تمام اللي هي الساسبتنس بعدين عندي شني عندي واحدة XL نقدر نمزلها بال BL إذن Y L تساوي BL والزاوية minus 90 نفس الشيء بالنسبة للY C بتساوي شني admittance اللي خاصة بالC واحدة لZC بتساوي واحدة X والزاوية minus 90 ونفس الشيء هنا يبين قولوا واحدة X والزاوية minus بإذن Y C شم بتساوي B C والزاوية 90 تمام طبعا B C وهي admittance D gram عندي هنا B C والزاوية 90 ستكون J positive وعندي J والزاوية zero بالنسبة للresistance أو impedance وهنا بالنسبة للindictance أو الملف BL والزاوية minus 90 نجو هنا بعض examples تمام نجو example أول بالنسبة للدائرة المضحة بالشكل نجو إحسب Input Impedance وإرسم Input Diagram وإحسب كالكولية Input Impedance نقول Z Total نجو نديره تشيك نجو هم الاثنين متصلات على التوازي حكم أنهم مشتركين في زوز وعقد وثاني شي لو أن التيار مر هنا سيصل عند العقدة هذه ويتجز ما بين السلك هذا وما بين السلك هذا إذن المعاوقتين هاد بعدين نقول Z Total تحاص بينهم معاوقات نجو نقول حاصل ضر وما حاصل جمعهم تمام فعندي الأول 20 والزاوية 0 والمعاوقة الثانية هي Z العبارة عليه 10 Ohm والزاوية 90 على حاصل جمعهم 20 Ohm plus J 10 Ohm تمام نجو هنا ندير تحويلاتي نحول هذه من صيغة الركتان نقول لصيغة بالقيمة هذه لنقسم المقدار على المقدار والزاوية تطرح 90 minus 26 حاصل 63 وستين بعدين نحول المقدار لصيغة الركتان الركتانجولر فورم بعدين نقل ندير الإمبادنس دي جرام تمام نشيني الرسم الإمبادنس دي جرام عندي طبعا Z R اللي هي عبارة عن عندي Z R اللي هي عبارة عليه الاربعة أوم تمام والزاوية بزيرو عندي هنا زد L قيمتها بسبعة أوم والزاوية بتسعين تمام وعندي الزد توتل اللي هي قيمتها قداش تمانية بويند عندي هنا تمانية بويند تلاتة وتسعين وزاوية تلاتة وستين هدي تمام بعدين قال لي احسب الادميتنس لكل بارالل برانش اللي هو يريد الادميتنس معنى لكل برانش معنى يريد الادميتنس للر ويريد الادميتنس للإكس تطلع في الأخير قيمتها بالسمنس 0.1 سمنس وزاوية منس 90 نحوال لصيغط الريكتانجولر فورم بعدين قال لي احسب الامبت الامبت وارسم الادميتنس 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 سمنس والزاوية ستكون زاوية منس 63 تمام لانه الادميتنس كيف كان زاويتها ب63 اذا لازم تكون الادميتنس بالنفس الزاوية لكن تختلف في الاشارة بعدين قال لي احسب او سوري قال لي هنا repeat نفس المطاليب اللي طلبهم في الامبت 15 13 يبقى تطبقهم معلين الدائرة هذي حتتبع نفس الخطوات سوف زاوية ztotal تمام وبطريقتين هنا زاوية ztotal اما بالطريقة هذه العادية اما بالقانون الثاني تمام لكن حرية الاختيار بعدين قلنا هنا يبي احسب الامبت دي غرام تقدر ترسم الامبت دي غرام عندك zr zl تمام وعندك zc حكم هنا زاوية عندي مكتف تمام هنا يجب للأدمي تنسلي كل برانش معناها يجب YR YL YB YC YR ستساوي 1 على R وزاوية 0 الريدي عندك تقدر تحولها من صيغة البولر للريكتانجولر فورم تقدر تحولها من صيغة البولر للريكتانجولر نفس الشيء للYC تقدر ترسم الادمي تنسلي ديجرام عندك الYC عندك الYL عندك الYR عندك الYTotal يبي يحسب الYTotal او اليموت تحسب الYR plus YL plus الYC تمام بعدين هنا نجو لشغل ثاني فهنا يقال لك هنا باش نبسط عليك هنا عمليات التحويل في صيغة الكمبليكس نامبر فقال لك في العادة من الYT بتساوي واحد على ZT او ZT بتساوي واحد على YT تمام قال لك هنا تعالوا نلاحظه حاجة ونستنجه حاجة فعمدك الYTotal تساوي واحد على ZT اللي هي بتساوي شيني واحد على 4 Ohm plus J6 Ohm تمام اللي هي بتساوي متى هل عندك ناسة بالمثال بتقول تساوي واحد على 4 Ohm plus J6 Ohm تمام هنضرب شيني البسط والمقام لو اننا تفكروا في لما اخدينا الجبرة بالنسبة لي الكمبليكس نامبرز تمام لما بجيب الريسيبرك الواحد على تقول تضرب البسط والمقام في الكونجيجات اللي خاص به المقام حم نقول الاربعة ماينس جي سيكس عليه اربعة سيكوير بلص آآ السيكس سيكوير تمام هذا المستنجه من هنا آآ فعندي شيني اذا الواي طورت لشين بتساوي نقدر نقول الاربعة عليه مجموعة هاد من اثنين اثنين وخمسين سيمينس هذا بالنسبة لي المقدار الحقيقي ماينس جي ستة عليه المقدار هذا بالسيمينس تمام اذا هنا بصفة عامة او بصورة عامة نقدر نقول واحد على متى الاربعة هنا اي وان بلص او مينس جي بي وان متى هنا كانت عندي ستة اوام شين بتساوي بصفة عامة حد ساوي لي لما انين بنجيب الريسيبرك اللي هادا شو بنقول بنضرب البسط والمقام في الكونجيجات لو انك هذا بلص حنقول ماينس إذا كان منس حنقول بلص البسط والمقام حتحصل لها دي بصفة عامة الصورة هادى بنقول بلص ده اكس و سي لفجر اي معناها الزد شم بتساوي هنا بتساوي الار مانس جي كالسي اللي هي حتساوي شني 6 اوم منس جي 8 اوم نبقي الواي فشني نقدر نقول هنا يا ان استخدمت القانون هادا مباشرة باش نبسط على نفسي باش منحولش و باش منتعبش نفسي بمنقول الواي بتساوي واحد علم 6 اوم طبعا هدي اي وهدي اعتبرها بي منس جي 8 اوم اللي يقول طول شم بتساوي بتساوي ال اي عليه اي سكوير بلس بي سكوير هنا يجب بلس أو ماينس تعتمد عليه عكس الإشارة هذي هنا مينس معنى بنقوله بلس جي وبنحط في مكان بلس بي على اي سكوير بلس بي سكوير بحما تحصل عليه النتيجة هذي عندنا المطلوب بي نفس الشي عندي 10 اوم بلس جي 4 اوم مينس جي 0.1 او وهي تساوي 10 Ohm plus J 3.9 Ohm نستطيع استخدام نفس الفكرة نستطيع استخدام القانون هذا بايت تستخدم تحوّب نصيغة ريكتانجول للبولر وبتشتغل عادي حتى هي فتحصل على قيمة Y تساوي القيمة هذه بعدين نأخذ لي شيني؟ نأخذ لي